موسيقى مساء الخير شدد اقتصاديون على ضرورة تقليل الانفاق العام لاتفادي ارتفاع حجم المديونية الى 20 مليار دينار بحلول نهاية العام الحالي واجمع الخبراء على ضرورة تخفيض الانفاق الحكومي ومراقبة المديونية بشكل فعلي في ظل عدم وجود موارد مالية تحمي المملكة من تفاقمها بالنظر هنا الى نسبة الدين العام نجد بانها تبلغ 74% من الناتج المحلي الاجمالي هذه هي النسبة الحالية وننظر هنا الى النسبة 80% هذا ما يتوقعه الخبراء الاقتصاديين ان تصل اليه نسبة الدين العام مع نهاية هذا العام في حال ان الحكومة بقيت على النهج الحكومي الحالي وايضا نرى هنا بان نسبة الدين العام 74% هي اعلى من النسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات او في القانون الدولي وهي 60% اذا نصل الى نتيجة ان الدين العام هو اعلى من النسبة التي يجب ان يكون عليها وهي 60% تظهر احدث البيانات الرسمية ان اجمالي الدين العام الحكومي ارتفع حتى نهاية كانون الثاني الماضي الى 17 مليار و 800 مليون دينار كان ذلك في نهاية كانون الاول من العام الماضي وصولا الى 17 مليار و 800 الف دينار في نهاية كانون الثاني من هذا العام وبهذا يكون اجمالي الدين العام ارتفع 180 مليون دينار في الشهر الاول من العام الحالي مقارنة مع مستوى في نهاية العام 2012 وفي المقابل نفس البيانات اظهرت ان الدين الخارجي انخفض في الشهر الاول من العام الحالي بواقع 28 مليون دينار مسجلا 4 مليارات و 900 الف دينار مقابل 4 مليارات 932 الف دينار بنهاية العام الماضي شهد سوق عمان تحسنا في مستويات اسعار الاسهم التي تكبدت خسائر كبيرة في ميزانياتها منذ تفجر الازمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008 نعود من خلال هذا الرسم البياني الى منتصف العام الماضي حسيران الماضي نجد بان السوق المالي قد ارتفع من 1882 هذا سعر المؤشر العام نرى 1852 1924 حافظ خلال العام الماضي خلال نصف الاولى العام الماضي تحت مستوى الالفين كان الالفين النقطة هو حاجز لم يستطيع السوق المالي ان يكسر هذا حاجز الالفين الى حد بداية هذا العام في كانون الثاني ارتفع الى الفين وستة واربعين وصولا الى الفين ومية وواحد في اذار الماضي نعود هذا الارتفاع التدريجي في سعر المؤشر بحسب الخبراء الماليين جعل السوق مهيئ للصعود وقد بدأ فعلا السوق بالصعود ونلاحظ هذا في اذار من شباط واذار نرى بان السوق قد ارتفع ايضا التحسن في الاسعار اعتمد بشكل اساسي على النتائج المالية للشركات في الربع الاول من هذا العام الى جانب التوقعات الكلية لاداء الاقتصاد الوطني وتحسن معدلات النمو فيه وايضا اجتماعات الهيئات العامة لعبة دور مهم في تنشيط الاداء المالي خصوصا عند الحديث عن الخطط المستقبلية ونتائج المتوقعة للعام 2013 الى جانب التوزيعات النقدية والاسهم المجانية كل هذه العوامل عملت على عودة ثقة المستثمرين في السوق المالي اذا ثقة المستثمر في بورسة عمان هي العامل الاهم والاخضر الذي ينعكس سلبا او ايجابا على الاسعار والسؤال هنا هل فعلا عادة ثقة المستثمرين في اسهم بورسة عمان هذا ما سنتعرف عليه في تقرير الزميل غيت زعيتر بالرغم من النتائج الربعية المرضية لاداء بورسة عمان وبعد ان تنفس مستثمروا البورسة الصعداء وتفائلوا بعم ربما يعود الخسائر المتراكمة منذ اربع سنوات ها هي الاسعار تصاب بحالة من التراجع مما ادى الى تشاؤم جزئي لدى المتعاملين في اسواق بورسة عمان المؤشر العام من بداية العام الحالي مع اغلاقات الامس هو ما يزال مرتفع بواقع 3% تقريبا بالرغم من التراجعات الكبيرة الحقيقة اللي حدثت في بورسة عمان عم نتكلم عن 6 ايام على التوالي الحقيقة شهدت المؤشر تراجعات متوالية اليوم يبدو ان السوق يتجه نحو الاستقرار ما يزال بسجل ارتفاع بحوالي 3 نقاط حتى هذه اللحظة تحرك السوق ايجابيا صعودا ولكن دخول المضاربين بكثرة ادى في الفترة الاخيرة قبل اسبوع ابتدى نزول حاد وذلك بسبب المضاربين الذين دخلوا على السوق ثقة المستثمرين بدأت تعود الى سوق عمان المالي بعد الهدوء السياسي والاقتصادي الذي كان يسود المملكة في بداية العام 2013 لكن نقطة التحول ربما كانت بعد تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد وموقفه الجديد من الحالة السورية والحريق الذي برأيه سيطال المنطقة كل هذا هوى بالاسعار بشكل ملفت الاسبوع الماضي بالرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ نهاية هذا الاسبوع من وقت ما كان فيه تصريحات من قبل الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاربعان الماضي سجلت برسة عمان خمس ايام على التوالي من التراجعات وهذا لم يحصل الحقيقة الا في شهر تموز من عام الماضي عام 2012 عندما ايضا سجل المؤشر برسة عمان تراجعات بوقع خمس ايام على التوالي من التراجعات بالاضافة للمضاربين التطورات السياسية خاصة في سوريا ادى الى تخوف المستثمرين وبدأوا بسحب سيولة سيولة حتى الاحتفاظ حق خوفا التطورات تأتي الى العرض الله سمح الله حدود ملتهبة واوضاع غير مستقرة في المنطقة قد تجعل اي مستثمر محلي او اجنبي يفكر كثيرا قبل الاستثمار ببرسة عمان فحالة الحذر والترقب تسيطران على المتعاملين بالسوق المالي خصوصا مع احتمال تدهور او تصعيد قد يعيد الامور الى نقطة الصفر غيثي زعتر لقناة رؤية اكد خبراء في قطاع الطاقة انه اذا تم استغلال الصخر الزيتي في المملكة خلال السبع سنوات القادمة فانه سيتم توفير مئة الف برميل من النفط يوميا كان ذلك خلال جلسة الصالون السياسي التي اقامتها اللجنة التأسيسية لجمعية الطموح الاردني امس حول موضوع الصخر الزيتي ومستقبل الطاقة في الاردن صلت نضوء على الصخر الزيتي وهميته كبير جدا بالنسبة للحفاظ على مستقبل الطاقة في الاردن بكل التحديات اللي احنا بنعرفها من ناحية محدودية مصاري الطاقة والصخر الزيتي حيوفر للاردن خلال السبع سنوات القادمة كما اشار ضيفنا معالي الباشا بسام حقيش حيوفر يعني انتاج قد يقارب الى مئة الف برميل نفط اليوم من الشركات المختلفة اصبح عنا مطلب ملح في ظل هذه الظروف وفي ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية وفي ظل ارتفاع اسعار الطاقة تفرض علينا ومسؤولية وطنية وواجب تجاه بلدنا أن نوفر طاقة باسعار وبكلفة اقل بكثير وخاصة انه توجد عنا المصادر البديلة للنفط اولا موجود عنا الصخر الزيتي ويجب استثماره بطرق العالمية الموجودة للاستثماره خسارتنا بشركة الكهرباء السنوية مليار ومئتين مليون دينار لا تستطيع الحكومة ان تتحمل هذا العبئ الهائل من القصارة لانه ما فيش بدال للطاقة عنا طاقة مستوردة معظمها مستوردة يعني 96-97% من طاقتنا مستوردة لذلك لا بد من الاعتماد بشكل مباشر على طاقتنا المحلية على ترواتنا الطبيعية في انتاج الطاقة بمختلف انواحها رحب مصدر المسؤول في البنك العربي عن ارتياحه لقيام المحكمة برد الدعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الارهاب الامريكي كما عبر المصدر عن ارتياحه ايضا لتوجه المحكمة نحو رد كافة القضايا المرفوعة ضد البنك العربي بموجب قانون تعويض الاجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد عن 90% من تلك القضايا وبينا ان القرار الذي صدر بالامس هو قرار اولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في اجراءة المحاكمة امام هيئة المحلفين اشتركوا في القناة